طبعاً هو منذب للأخضر السعودة أو المنتخب السعودي يا طارق أنا يعجب لي أنه الفكرة أنه لما أختار مباريات مع المنتخبات من أمريكا الجنوبية ما أختار من فراغ لأنه لو لا حصل المجموعة بتاعت المنتخب السعودة ستجد فعل مكسيك والأرجنتين فهم تباروا طبعاً مع فنزيويل طبعاً الإمكانيات معروفة مكسيكا باريك الشمالية لكن نفس الإستائل نفس الإستائل يعني احتباره في نفس السيزون يعني ما بعيده فإنه كونه أنه المنتخب السعودي يعني يلعب مباريات مع نفس السيزو حق المنتخبات اللي معاه في المجموعة بغض النظر على النتيجة أداء أهم شيء احتكاق وخش في فورمت المباريات مع المنتخبات الحيبارة في نهايات غطر عشرين اتنين وعشرين طبعاً نعم زي ما قلت خسر المنتخب السعودي من فنزيويل وخسر المباريات اللي بعدها بعد من كولومبيا وبرضو نرسل شيء من منطقة السيزو النفس هي وحيلعب مع الإكوادور الإكوادور طبعاً هي لحتى تفتح البطولة المونديال مع الدفل المصدفة اللي هي غطر فالمنتخب السعودي يسير بخطة صراحة يعني نرفع القبعات للاتحاد السعودي لكرة الغدم والجهاز الفني بقادرة الفرنسي هيرفي رينان هم اللعبوا صراحة مباريات ومع اسكرات من العيارة الصغيرة بغض النظر عن النتائج فكونوا أنه تلعب مع منتخبات من نفس المنتخبات اللي حتلعبها وحيقتطموها على حسب البوستر هم مع طبعاً أوروبا مع منتخب كرواتيا وفي من المنتخبات الأوروبية التانية برضو من أختار من أوروبا لأنه في مجمعاتهم حتكون موجودة طبعاً بولندا هم حيلعبوا مع أسلندا ومعها كرواتيا نعم بالضبط يعني هم أخذوا منتخبات وقبلها حيلعبوا مع الإكوادور أيوة إكوادور هم أخذوا من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية منتخبات واضح الإختيار بعناية فائغ فائغ يعني شوف ما أختار من أفريغيا ما أختار من آسيا نفسها أختار من نفس المنتخبات المعاهم في نفس السيزون اللي حتكون معاهم في نفس المنافسة يعني إذن الأردينتين إذن كان المكسيك فهم أختاروا من هناك فانزولا لإكوادور أختار معاها كولومبيا بالنسبة لأوروبا طبعاً معاهم منتخب بولندا في المجموعة هم أختاروا إسلندا وأختاروا كرواتها فالمتخب السعودي بإذن الله تعالى متأكد زي ما أقوله حيمسح الصورة اللي كان ظهر بها في روسيا لأخير 2018 هيصل بمستوى لأنه شوفنا بعد استخدام المدرب الفرنسي إيرفي ريناد المنتخب السعودية صراحة أصبح يقدم في مستويات مزهلة ويكفي أنه يا طارق أن تزعل الصدارة بتاعت المجموعة من المنتخبات لها وزلة زي المنتخب الياباني الساموري الياباني عندك الكنجر الأسترالي فمنتخبات ما سهلة جدا يعني فعلى حالة المستويات السعودية أصبح زي ما أقوله أن تهلت بيجدار واستحقاق وأصدرت مجموعتها يعني فالكل متفائل بإذن الله تعالى المنتخب السعودية حي كل شأن آخر في منذ غطر 2022